اشتركوا في القناة هو بيختلف طريق تفكيرك يعني انت من اول يوم من الشهر طريق تفكيرك ليها علاقة بيه مؤوحة ليها علاقة بيه ان انت عايز تنتصر وعايز تكتهد وعايز توصل ليه تحقيق احلام او تحقيق اهداف كتير بيبدأ بالنسبة لك من يوم 14 وهو ان انا عايز اكتهد اكثر فاكثر واستغلق الوقت جدا جدا وانجح اكتر بعد كده بيبدأ بالنسبة لك ان انا عايز اكسب بقى من الناحية المالية مش اشتغلنا كفاية ولا ايه فقديم من فيه عندك فيه امور تدريجية يعني كل وقت بيبقى فيه تكوين لفكرة معينة او انتظار لامر اخر عارفين بالزبط زي ايه زي طمع في درجات الجنة الافضل فالافضل فيه كانت قصة مش ضروري ان انا اقولها المهم يعني فبرج قلدلو عشان الوقت فبرج قلدلو بالنسبة لك خلينا نتكلم بشكل نقاط على اكتر حاجات اللي انت متفكر فيها بالفعل ومنتظرها اول حاجة ان انت عايز تحقق كتير قوة عايز تحقق كتير تميز عايز تحقق كتير ازدهار عايز ان انت عارف فكرة اللمعان فكرة ان انت تكون مشهور فكرة ان انت تكون قد ايه موسيطر او تحس ان انت موسيطر او تحس ان انا مجتهد اكتر واكتهادي بيتم تقديره فانت عايز ازدهار عايز قوة عايز شهرة عايز تميز وبتسعى كتير للنطاق ده بتسعى كتير ليه النطاق ده سواء ان انت عايز تقوي عملك يعني بتحاول ترجح اسم الخاص فيك او المنتج الخاص فيك او ان انت تحقق قوة من اسمك انت شخصيا عايز ان انت تعمل مجهود محدش عمله عايز تعمل ضجة في الشأن المهني جدا يا برج قلد له وده بالنسبة لك من اول يوم ليه لان انت عندك مقابلة مع عدوات اعداء يعني فانت عايز تنتصر على اعداءك ودي تعتبر من النقطة التانية بالنسبة لك يعني قادر اقول ان انت اول 14 يوم كأنك بعايز لو انا بس بتنفسي صح انا هوريكم انا مين انا هوصل عندك النقطة دي كتير اللي هو ان انت عايز تحقق قوة خاصة امام اعداءك عايز تعمل ازدهار خاصة امام اعداءك كأنك بتحارب اشخاص كأنك ان انت عايز كأن فيه منافسة ممكن كأن فيه نوع من انواع التحديات ممكن فدي نقطة كتير موجودة عند برج قلد له وبالفعل انت بتكون قادر كتير على الانتصار بداية من يوم 14 بتبقى الامور اسهل بالنسبة لك لانك بتقدر على العداءات فبالتالي بتتجه لنجاح اكثر في الناحية المهنية فانت منتظر تحقيق نجاح اكتر في الشأن المهني اذا قوة ازدهار في امور مختلفة من حياتك النقطة التانية القوة والازدهار في الشأن المهني والقوة القوة ضد اعداءك فانت عايز كتير تدخل في النطاق ده جدا طيب برضو فيه حاجة تانية مهمة جدا ان انت من بعد يوم 14 يبقى عندك سعية اكتر ومش سعية اكتر صعب لأ سعية اكتر السهلة ده عارف السعية بشكل حلو ده من يوم 14 ليوم 19 والحد يوم 20 اكتر لان انت من يوم 19 بيتنتقل الشمس بس فترة الفترة دي الامر موجود في برج الميزان المهمة فانت الحد يوم 20 اقدر اقول ان انت عندك فترة الاسبوع التالت انت بتحاول كتير او بتسعى اكتر للاجتهاد الفعلي القوة الفعلية وبعدين هتبدأ تغيز حد فعليا فيبدأ بالنسبة لك من 21 و22 يبقى الشخص ده تقيل كده في حاجة تقل كده الى ان بعد كده بتقدر تحقق نجاحات ومكاسب المهم فانت يا برج انا قلت لكم ده في التوقعات الخاصة بكم والتوقعات الاسبوعية طبعا بنتكلم على شكل وتأثير الايام نفسها علينا لكن دلوقتي الموضوع بيبقى مختلف شوية فانت بالنسبة لك بتفكر في ايه من بعد يوم 14 بفكر فيه اني انا السعي اللي انا بسعى يبقى باجتهاد فكري يعني بتفكر كتير وبتحسب لخطواتك جدا وبتحسب لخطواتك اللي ليها علاقة اني مفيش حد يقف قدامك اني مفيش حد يقدر انه هو يتعقب امورك فانت بتفكر كتير وبتخطط كتير لنجاح مهني او لسعي معين فدي نقطة برضو جدا فيها تفكير كتير طب من اكتر الحاجات اللي انت مستنيها او منتظرها انت منتظر جدا دعم من الحبيب على فكرة يمكن يكون الحبيب بيدعمك بس انت منتظر منه دعم من نوع معين يعني انت عايز خاصة على فكرة اللي هو الحبيب ده من الابراج النارية فانت منتظر انه هو يدعمك بمشاعر يدعمك امام الاخرين يدعمك ان يكون قدام اعدائك انا عندي قوة وعندي سند فانت بتدور كتير على ده يا اما بالنسبة لي الناس اللي مش مرتبطين انت بتفكر كتير في الارتباط من شخص يكون قادر على دعمك قادر على ان انت تقول انا او تبقى فخور بي بمعنى اصحي يعني انت عايز تبقى مع شخص انت فخور بي ويمثل لك حاجة متميزة ويفتخر بيك انت شخصيا زي ما هو يعني فاهميني لو نفخر ببعالشينا فانت بتدور على ده جدا على فكرة يا بورج الدلو مستني ده كتير منتظر ده جدا بالنسبة لك كمان ممكن تكون منتظر حاجة تراضيك او منتظر هدية فريدة من نوعها او منتظر احساس فريد من نوعه عايز حاجة جديدة في حياتك انت عايز الشهر ده يحصل لك حاجة لها علاقة باحساسك تحس له في شيء مختلف جدا فانت ده منتظره قوي بورج الدلو من اكتر الحاجات اللي انت بتفكر فيها جدا ومنتظرها انت اولا خايف من الحسد خايف من الاشخاص اللي متعقبين حياتك اكتر منك اللي عارفين حياتك اكتر منك والله تعرف فعلا ان فيه اشخاص تبقى عارفة حياتك اكتر منك انت ممكن تتوه عليك كده بعض الامور لكن هم شطرين جدا جدا في ان هم يعني يتعقبوا حياتك كده فيه ناس بتبقى فاضية قوي المهم اصل الشخصيات دي مش هتبقى حد اللي قريب منك لان مفيش حد هيحسد حد من بعيد لازم بيبقى حد كده عارفك كده وقريب منك كده اوعى متتبع كل امورك المهم بورج الدلو فانت عندك قلق من الحسد وقلق من الكلام الكتير اللي عليك نفسك كتير اللي هو اتكلموا علي بس بشكل ايجابي مش شكل سلبي فانت عايز قاطب لمعان واصدار وكشهرة او انك انت كل اتكلم عنك بس بصيغة لطيفة فانت عندك اعداء طبعا المريخ وتأثير كوكب الزهرة تأثير عطارد اول 14 يوم كل ده موجود في برج الجدي ده منزل العداءات اساسا فما تقلقش من حاجة زي كده ده امر طبيعي جدا يا عزيزي طيب برج الدلو فانت بالنسبالك عايز ان الكلام السخيف ما يتقلش عايز ان الناس تبقى فهماك على نفسك او على طبيعتك كده انت شخص بتحاول او عايز تتعامل ببساطة لكن خايف دايما تتفهم غلط فمنتظر دايما انك تلاقي حد يدعمك في الفكرة يدعمك في بساطتك يدعمك في تعاملتك ما تبقاش مش عايز التصنع امام حدا انا عايز اتعمل بطبيعتش فانت عايز ده جدا على فكرة مجموعة الابراج الهوائية بيحبوا كتير التعامل بالعالطبيعة اللي هو ما بحبش التصنع ما بحبش اللي هو الافورة برج الدلو بيحبوا الجمال والشياكة جدا بس هما طبعهم كده فمش متصنعين ناس تشوفهم انهم شيك واتيكيت والجو ده يقولك بص عمليهم من عاملين ازا والله العظيم انا لو وردكم بنتي ووردكم تعاملها يعني انا لا لا لازم الشوكة ولازم مش عارفة ايه انا عايز يعني قدام الناس كده بصراحة بص نفجيحة جدا بس لا حاففتش خلاصي يعني الوقت والكلام ده ماما فالوقت اسكت بصراحة هتم لسه لاربع سنين فبتعلمني اللي برج الدلو خلينا نكمل عشان انا عندي شخصية دلو سغنطوطة كده افهميني لو ايه بس والله العظيم بافرح بيا يعني ربنا يحفظ هدعو لها والله فبرج الدلو انت كمان بتفكر كتير في حاجة تانية مهمة وهي ليها علاقة بي المكسب المالي يعني انت بتدور كتير ان انا عايز اكسب عايز اعمل مشروع يكسب عايز ان انا احقق تارجة معين من الامور المالية عايز ان انا اشتري كذا 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 ويعمل معايا مبلغ عايز احقق استثمار ناجح فانت بتفكر كتير في الامور المالية ممكن يكون من نسبالك ان انت بتتعامل مع البورصة بتتعامل في حاجة ليه علاقة بي امور استثمارية اي ان كانت نوع الاستثمار يعني استثمار عقاري او استثمار ليه علاقة مثلا استثمار في السيارات فعندك حاجة ليه علاقة بالامر ده جدا فانت بتدور كتير على المكسب المالي بتفكر كتير في الأمور الصحية لان بالنسبة لك مشغول بالك دايما على صحتك خاصة العشرية التالتة بتدوره كتير على الاهتمام بالصحة بتدور كتير على اني انا ابقى مهتم بي جسمي مهتم بالرشاكتي مهتم ان انا جسمي عندي نظام غذائي صحي ان انا اهتم بمشروباتي نوعية المشروبات نوعية الاكل نوعية المقادير عندك ده جدا بتخلي بالك جدا على نظام اكلك بتخلي بالك كتير على صحتك وكمان بالنسبة لك من اكتر الحاجات اللي هتكون الاكشوية ومنتظرها جدا صحة حد من المقربين لك فانت عايز ان عارف فكرة لما حد من المقربين لك ممكن يكون بمر بمشكلة صحية فانت بتتمنى كثير استشفاءه او بتتمنى كثير ان هو يخرج من المحنة او يخرج من المشكلة الصحية دي فدي نقطة كثير موجودة عند برج الدلو طبعا برج الدلو ربنا يعني يشفق اي حد تعبان يطمنكم على اقرب مليكم ان شاء الله برج الدلو انا بشكركم كتير وصدقوني والله واتمنى لكم كل الخير اللي في الدنيا يكون لاجل قلبكم ما تنسوش لاعك وشيروا اشراك في قناة تفعيل الجرس سلاة